ايها المؤمنون واسم المراتب ان يكون المرء عالما بكلام الله عالما بكلام رسوله وهنا يقول بعض الناس هذه كهنوت او هذه منزلة تضعونها لفئة من الناس الجواب لا الباب مفتوح كل من اقبل الكتاب وتلقى منه واخذ عنه وفهمه على الوجه الذي فهمه عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ينال من الفضيلة ما ينال غيره لذلك ينبغي للمؤمن ان لا يحسد احدا على الخير بل ينبغي ان يغبط كل من اقبل على الكتاب يفرح بذلك فانهم حملت الشريعة وهم الذين يحفظ الله تعالى بهم الدين وهم الذين يحفظ الله تعالى بهم العبادة والبلاد بهم تحفظ الملة علماء الشريعة بهم تقوموا الديانة علماء الشريعة بهم يتبينوا زيف الزائفين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين فلله درهم لله در هؤلاء الذين أمضوا أعمارهم في طلب العلم وتعليمه في فهم كلام الله وكلام رسوله لله درهم وعليه أجرهم ما أحسن أثرهم وما أجمل ذكرهم إن الله رفع هؤلاء ليس لنسب ولا لحسب ولا لمال ولا لمنصب إنه منصب إلهي يتبوأه كل من سلك الطريق إنه منصب خلافة الرسل إنه منصب القيام مقام الأنبياء في تبليغ الشريعة والله أعلم حيث يجعل رسالته فإنه أعلم من يصطفي من عباده لهذه المهمة ويقوم بهذا العمل ولذلك كان حبهم من الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فيجب عليهم كما نطق القرآن أن يوال المؤمنين خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء